كيف يمكن لبلد لديه نهران كبيران كدجلة والفرات أن يعاني من شح المياه ثم الجفاف سؤال يتردد على ألسنة الكثير من العراقيين بسبب تناقص المياه العذبة في العراق لا سيما في السنوات الأخيرة الإجابة على أرض الواقع فعراق ما بعد 2003 لم يشيد على أراضيه أي سد يذكر لحجز المياه والاستفادة منها ولم تعقد أي اتفاقية مع دول الجوار لتثبيت حصة العراق المائية أو تحديدها على الأقل فملف المياه في العراق من بين الملفات المهمة للغاية التي تتذيل قائمة الاهتمامات الحكومية وبينما العراق غارق في أتون الفساد الحكومي والصراعات المتتالية تستثمر دول الجوار المتعطشة للمياه العذبة مثل إيران وتركيا الفرصة لخزن ما تحتاجه من المياه كسلاح استراتيجي يضاهي بحسب مختصين سلاح النفط الفساد الحكومي وسياسات دول الجوار المائية مع العراق إضافة إلى تصاعد درجات الحرارة عالميا من جراء الاحتباس الحراري عوامل أفقرة العراق مائيا وجعلت ملفه المائي رهن جهات خارجية وسعت إيران مؤخرا إلى السيطرة على مواردها وإعادة توزيعها على الصعيد المحلي فحولت مجرى مياه روافد مهمة كانت تصب في نهر دجلة مثل نهري كارون وسيروان وما يزيد طينا العراق بله أن إيران قد استخدمت هذين المجريين المائيين لتصريف مياهها الملوثة المستهلكة في المنازل والزراعة والصناعة فراحت ترسلها باتجاه العراق بدل معالجتها على أراضيها لتستقر في مصب شط العرب في البصرة ثروة العراق المائية يبدو وكأنها تتبدد بسرعة كبيرة فالعراق ينتج نحو 22 مليار متر مكعب من المياه العذبة وفي نفس الوقت يتبخر منها سنويا 19 مليار متر مكعب بسبب درجات الحرارة التي تتجاوز الخمسين درجة مئوية لسيما خلال فصل الصيف كما أن البحيرات الاصطناعية مثل بحيرتي الثرثار والرزازة وخزانات المياه لا تتناسب حاليا مع بيئة العراق شديدة الحرارة وفقا لتقارير مختصة ويؤكد البنك الدولي في تقرير له أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بنسبة درجتين مئويتين من الآن وحتى عام 2050 في مقابل انخفاض نسبة الأمطار السنوية لنحو 10% وهو ما من شأنه أن يفاق مظاهرة التبخر ويدفع بالعراق إلى أزمة حقيقية اشتركوا في القناة